رحمة الله وبركاته أبناء العزاء يا رب تكونوا بخير وكل عام وأنتم بخير وصحة وألف مبروك لكم نتيجة الفصل الدراسي الأول وأتمنى تكون النتيجة مرضية لكم جميعاً إن شاء الله وكل حسن المعدل بتاعه ويا رب إن شاء الله الترمي التاني يتحققوا كل أمنياتكم وأشوفكم في أحسن حال بإذن الله إن شاء الله هنبتدي كده محاضرات الفصل الدراسي التاني في مقرر اسمه Principles of Plant Taxonomy and Selected Families of Flowering Plants كود المقرر بوتا 216 اللي هو أساسيات علم تصنيف وبالإضافة إلى بعض الفصائل المختارة من النباتات الزهرية كود المقرر نبت أو بوتا 216 اللي بيدرس لكم المقرر والمسؤول عن المقرر سواء كان النظري أو العملي الدكتور شريف محمد شعراوي وأستاذ علم تصنيف النباتات في قسم النبات كلية العلوم جامعة إن شانس المقرر من العنوان بتاعه نقدر نفهم هو إيه المقرر المقرر إن شاء الله هيبع على جزئين الجزء الأولاني بيعلمنا إزاي أسس علم التصنيف إيه هو علم التصنيف هنتكلم عليه إيه هو القصص اللي بتقوم عليه علم التصنيف إيه هي الاستفادة اللي هترجع لنا بين دراسة علم التصنيف الجزء الثاني إن إحنا هندرس مع بعض بعض الفصائل أو الفامليز مختارة طبعا ما نقدرش الوقت محدد ما نقدرش ندرس الفصائل كلها لكن هندرس بعض الفصائل المختارة في النباتات الزهرية كتطبيق لجزء الأولاني اللي هو أساسيات أو أسس علم التصنيف إيه بدا الكورس ديسكريبشن أو وصف المقرر إن شاء الله اللي هندرسه في الفصل الدراسي الثاني اللي هو بوتا 216 إن شاء الله لو شفنا توزيعة الدرجات بتاعت المقرر ده عشان تبقى عارف طرق التقييم بتاعتك أول حاجة وده غالبا بيبقى في الأسبوع الخامس أو السادس إن شاء الله بالترتيب معاكو عليه عشر درجات الفاينال براكتكال إجزام هيبع عليه خمسة عشرين درجة الفاينال أورر إجزام عليه خمس درجات ثم الفاينال سيوريتيكال إجزام عليه ستين درجة يبقى توتل ماركس بتاعتي ميت درجة إن شاء الله وأتمنى لكم كلكم من أن تحصلوا على أعلى درجات بإذن الله في هذا المقر المقرر إن شاء الله عبارة عن فور شابترز الشابترز الأولاني إن شاء الله هيبع على محاضرتين بس أنا قبل ما ابتدي المقرر عايز أقول لكم حاجة إن المقرر ده بيعتبر أنا من وجهة نظري بيعتبر من أصعب المقررات اللي هتمر عليك لإن المقرر ده محتاج فهم محتاج حفظ في كم من المصطلحات المهمة جداً وهو عبارة عن مقرر وصفي بيعتمد بيعتمد على المصطلحات العلمية فإن شاء الله مع بعض وأرجو إن أنتوا تسمعوا الكلام اللي أنا بقوله وإن أنتوا تفهموا المحاضرات علشان دي هتسهل عليك كتير جداً في دراستك للمقرر ده طب إيه مصادر اللي بحصل عليها في المعلومة في المقرر ده المقرر ده إن شاء الله أول حاجة المذكرة والمذكرة أنا أديتها لكم في المحاضرة المذكرة النظري لا غنى عنها للنهاية بتفتح لك أفاق كتير في الموضوع وتفهمك باستفادة الحاجة التانية الباور بوينت ده اللي أنت بتشوفه دلوقتي وأنا حول تقولك بي دي اف وحطت تقولك على موقع الجامعة أو موقع كلية في نظام موديل هتلاقي المحاضرة دي نفس اللي أنت شايفه دلوقتي ده عبارة عن بي دي اف على موقع موديلز اللي فيه موقع كلية إن شاء الله الحاجة التالتة المحاضرات الصوتية وحضورك المحاضرات في الكلية وده من أهم وأهم وأهم المصادر للحصول على المعلومة هو حضورك المحاضرة وحصولك على المحاضرات الصوتية دي وبالتوفيق لكم جميعاً وطبعاً زي ما انتوا عارفين مكتبي مفتح لكم في أي وقت أثناء المعمل العملي وأثناء طول الأسبوع وعندكم وسائل التواصل معي بأي شكل من الأشكال وهيبقى أنا مرحب بيكم في أي وقت وأسئلتكم إن شاء الله وأتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله نبتدي كده الشابطر الأولاني ونشوف بيتكلم على إيه الشابطر الأولاني بيتكلم على إيه هو علم التصنيف ما هو البلان تاكسونومي البلان تاكسونومي هو علم علم بيبقى من أحد علوم النبات الغرض منه إن إحنا نتعامل مع الحاجة بسهولة وبيسر وتوفيراً للوقت طيب إيه هو علم التصنيف علم التصنيف من ناحية العلمية هو علم بيحتوي على ثلاثة أيتمز التاكسونومي إذا ساينز هو علم ذات إنكلود ألت سري آيتمز نمبر ون آيديكيشن نمبر تو نوميكليتشر نمبر سري كلاسيكيشن يبقى هو علم من علوم النبات بيحتوي على ثلاثة أيتمز أول واحدة الايدنتفيكيشن التعريف تاني حاجة نوميكليتشر التسمية ثم تالت حاجة التصنيف أو التقسيم اللي هو الكلاسيكيشن عندي لكن علم التصنيف أو كلمة التصنيف عمتاً في المجال العلمي لا تطلق إلا على شيء له مرجعية حيوية يعني له living organism يعني لاني لازم الحاجة اللي أنا هعمل لها تصنيف أقول عليها تصنيف يبقى لازم ليكون لها الاساسيات اللي أنت بتتعلمها معايا هنا هي طبعاً في علم النبات لكن تصلح في علم الحيوان تصلح في علم الحشرات تصلح في علم المايكروبيولوجي في جميع أنواع العلوم كلمة التصنيف هتلاقي الأساسيات اللي أنا بدرسها لك هتلاقي بتاع علم الحيوان بدرسها لك بس بمنظوره هو وبتاع علم المايكرو أورجانيزم هيدرسها لك بنفس الأصص لكن برضو من منظوره هو وبالتالي الأساسيات إن شاء الله ثبتة بإذن الله ونتمنى أن نحن نستفاد من المحاضرة إن شاء الله إذن بلند تقسوني أساسي الخاصه تنقل perch 45 نور نور وقصية 1 ما هي تقسوني كيف تقسوني كيف تقسوني لذا نرى تقسوني تقسوني وإنشابنا تقسوني يتكسونية هي أتوار تقسوني أحيضة بوضع محاولة أساسي محاولة بلند تقسوني وإنهنا ن invaluable يعني هو ايه هو تحديد شيء مجهول بشيء معلوم مسبقا عن طريق ايه ان انت بتشوف التشابهات والاختلافات بين الشيء المجهول اللي حضرتك لقيته ده الكائن الحي المجهول مع الكائنات الحية اللي تم تعرفها يعني على سبيل المثال كل يوم كل يوم كل يوم بتم اكتشاف كائنات حية جديدة سواء على مستوى الميكرو ارجانيزم سواء على مستوى الحشرات مستوى النباتات مستوى الحيوانات كل يوم بتم اكتشاف كائنات حية جديدة الكائن الحي الوطفر اللي تم اكتشافه كان نبات حيوان اي حاجة بيبتدي يحصل العالم اللي بيلاقيه بيبتدي يعمل ايه بيبتدي يبتدي يقارن الكائن الحي اللي هو مسكه ده او اللي هو بقى في ايده ده اللي هو مجهول الانون بالحاجات اللي تم تعرفها قبل كده عن طريق إيه؟ أنه هو بيدور على التشابهات بين الشيء المجهول مع الشيء المعلوم القبل كده ولما يلاقي أكتر تشابهات بيقول أن هذا الشيء المجهول هو نفسه الشيء المعلوم ده بمعنى أن حضرتك لو أنت ماسك نبات في إيدك إليمين مجهول وعندك مجموعة من نباتات في إيدك الشمال وليكن 3 نباتات في إيدك الشمال هتبتدي تعمل إيه؟ هتبتدي تبص للنبات المجهول وتقارن بين النباتات المعروفة دي الصفات اللي في النبات المجهول أيهم أقرب إلى النباتات المعلومة يعني لو عندك نبات رقم 1 و 2 و 3 والنبات المجهول اللي في إيدك هتبتدي تقارن شكل النبات شكل الصاق بتاعت النبات شكل الورقة شكل الظهرة مكان نمو النبات البيئة اللي عايش فيها كل الصفات اللي في النبات بيئة النباتات التلاتة اللي معاك هتقدر في الآخر ترسم صورة ان النبات المجهول ده هو اقرب شيء مثلا للنبات رقم اثنين او ثلاثة او واحد وبالتالي بتطلع في المرحلة دي بكونكلوجن ان النبات المجهول اللي في ايدك ده هو اقرب ما يكون الى النبات رقم واحد او نبات رقم اثنين او رقم ثلاثة يبقى في الحالة دي كده انت قارنت شيء مجهول بصفاته بشيء معلوم قبل كده طيب في المرحلة دي بنقول ايه الجملة المحطوط عليها السطر دي في مرحلة تعريف النبات دي مش محتاجين تسمية انا جازت بس بعرف النبات ده قريب للنبات ده او شبيه للنبات ده هو نبات مجهول مختلف لكن انا بشوفه اقرب ما يكون لمن في المرحلة دي انا مش محتاج تسمية انا جازت بقول ان النبات ده قريب للنبات ده يبقى ده كده اول حاجة اللي هي جزئية ال-identification زي ما قلنا is the determination of taxon taxon هي وحدة الوحدة الوحدة التصنيفية يعني ايه الوحدة التصنيفية يعني الكائن الحي اللي حضرتك مسيكته ده اسمه taxon لغاية ما انا اخدها قدام taxon ده المجهول ده as being identical with or similar to another and already known element اللي هو مقارنة النبات المجهول بصفاته ومحاولة ايجاد صفات تقاربية تشابهية مع كائنات اخرى او افراد اخرى معلومين صفاتهم مسبقة الصفات التانية او ال-part التانية وانا نسيت اقول لك في التصنيف لازم التلاتة يمشي هورة بعض ما يفيش واحد ييجي قبل التاني يعني لازم اول حاجة تيجي بidentification تاني حاجة ثم تالت حاجة تاجي حاجة التسمية ودي اللي هنقف عندها شوية التسمية بصفاته السلايدز ده السلايدز الجميل ده دي قطة القطة دي اسمها ايه؟ اسمها ايه في البلاد العالم كلها دي هتخرجنا بمعلومة ان الكل كائن حين وعين من التسمية اسماء درجة common name واسماء scientific name اسمه علمي طب ايه ال-difference between the scientific name and the common name وامتى نستخدم common name وامتى نستخدم scientific name طيب ال-common name تعالوا نبصوا كده القطة هنلاقيها في العرب ينقل عليها قطة في الدول الشام بيقولوا عليها او دول شمال افريقيا زي تونس والمغري بيقولوا عليها بسة هرة في الدول الخارج يقل عليها هرة في حاجات تانية في دول تانية زي لنجل تربيلو عليها كات هتلاقي نفس القطة اسمها مختلف من مكان الى اخر من دولة الى اخرى وده الاسم blooming name بتاعتها ده الاسم ال-darek بتاعتها وما للقطة الاسم scientific بتاعتها ايه الاسم scientific بتاعتها مثلا الى موجود تحت دا DOU јرف يamo'd fennis cats الاسم scientific موجود في كل دول العالم طب امتى بنستخدم الاسم literal وامتى اللي هو ال-common name وامتى بنستخدم الاسم العلمي هنستخدم الاسم العلمي scientific name فين؟ في الاماكن العلمي ما هو مش معقول ان أنا هنزد سوق خضار مثلا وهنزل أقول للراجل عايز فول مثلا فول أقدر وأنزل أقول للبيع بتاعي أنا عايز فش يا فابا مش هيفهم حتى لو رحت بريطانيا حتى لو رحت اليونان اللغاتهم اللاتينية وقلت لهم عايزين فش يا فابا مش هيفهم لكن لو دخلت أي جامعة في العالم ده scientific places معنا أماكن علمية دخلت أي جامعة في الصين في اليابان في أمريكا في بريطانيا في موزنبيك في جنوب أفريقيا في مصر في تونس في العراق في السعودية جامعة ودخلت قلت لهم أنا عايز نبات الفش يا فابا هيعرفوا كلهم المختصين في علم النبات إن حضرتك بتقصد نبات الفول الفول اللغضر أو الفول الحراتي اللي احنا بنتكلم عنه بسيطة نيم بنستخدمها فين بنستخدمها في الأماكن العلمية ومالقومة نيم بنستخدمها فين لأقومة نيم احنا بنستخدمها في الأماكن العامة في الأماكن أو في الناس اللي في الجوانب في حياتنا اللي ملهاش دعوة بالعلم يعني على سبيل المثال مثلا هادرب لكم المثال نبات الطماطم ودهنا هادربته لكم لقلت لكم المثال ده في المحاضرة النبات الطماطم في مصر أصبح لها ثلاث أسماء طماطم وقوطة ونتيجة طبعا وجود أخواننا السوريين في مصر ومنوارين بلدنا بقينا بنقول عليها كمان البندورة فأصبح للقوطة ونفسها الطماطم ليها ثلاث تسميات في نفس البلد وبالتالي ده لدي اسم الكومان نيم إمتى بقول طماطم هاد بتقول طماطم فين في السوق عند بحل الخضار وانت بتكلم والدتك وانت بتكلم أخوك انت بتكلم صحابك في الشارع لكن في الجامعة في كلية العلوم في كسم النبات إذا حضرتك هتشتغل على نبات الطماطم يبقى ما تنفعش تقول لهم طماطم لأن لو رحت بريطانيا وانت حضرتك مصري وهتروح مثلا بريطانيا لو قلت له طماطم في الجامعة مش هيفهمك لكن لما تقول له لايكو بيرسيكام اسكيولينتا هو دي نبات الطماطم هيفهم ان حضرتك بتقصد نبات الطماطم يبقى كده أنا فهمت إمتى بستخدم الاسم وإمتى بستخدم الكمن نيم عندي إبات نومكريتشر عندي نوعين من التسمية نوع بنسميه كومن نيم ونوع تاني بنسميه السينتيفك نيم عندي طيب السينتيفك نيم مين اللي بيحط الاسم العلمي وليه دايما الاسم العلمي بيبقى متكون من المقطعين خد بالك من المعلومة اللي أنا بقولها الاسم العلمي السينتيفك نيم دايما بيكون بنوميال بنوميال بت لزله من ب glucose قال لك البنوميال يعني الاسم العلمي لازم يتكون من المقطعين من كلمتين مش كلمة واحدة عشان كده بنسميها بنوميال النومكريتشر التسمية الصنائية وده كان مين أول واحد يستخدم التسمية العلمية قال لك العالم الاسمه لنياس اللي هو أبو التسمية في العالم عشان كده سميت التسمية بالبيونميا لنوم كليتشر أكوردنج تو لينيان سيستم لينيان هو العالم هو المنقود تأول واحد وضع قصص التسمية العلمية وزي ما قلت لك هو قال الاسم العلمي بيتكون من مقطعين زي ما احنا هنشوف في الشريحة اللي جاية ان شاء الله مين اللي بيحط القواعد بقى حديثا كده مين اللي بيحط القواعد في التسمية هو اي واحد يسمي النبات العلمي ده قالك لأ فيه رولز قواعد دولية علشان تحدد الاسماء العلمية القواعد دي بنسميها ايه International Rules of Botanical Nomocriture ال I.R.B.N القواعد دي هناخد منها جزء ان شاء الله في المحاضرة دي لكن هنا المهمة بالنسبة لي ايه ان العلماء تفتكروا العلماء بتوع النبات البوتونيست بيفضلوا في التعامل ايه هيفضلوا common name ولا scientific name تمام scientific name لانه في مجال بحث علمي في مكان علمي وطبعا البوتونيست متواصلين يعني العلماء النبات في مصر بيبقى متواصلين في افريقيا في اوروبا مع امريكا في اسيا في استراليا وبالتالي فيه تواصل عندنا طب ايه اللغة المشتركة بيننا كلنا هي اللغة العلمية يبقى بالتالي البوتونيست refer to plant by proper scientific names and not by common name زي مقولتلك حضرتك لو شغال على الطماطم وروحت استراليا وردت لهم طماطم ما حد شايفهم في جامعة جامعة هناك في استراليا ما حد شايفهم يعني ايه طماطم لكن ما تقوله انا شغال على لايكو بيرسكام هو هيبتدي يدور ايه لايكو بيرسكام هيعرف ان لايكو بيرسكام هي نبات الطماطم اللي هي في اللغة بلده لها اسم تاني اللي هو الاسم common name common name زي ما قلت ايه off limited value محدود ايه عيوبة ليه ليه العلماء بيفضلوا scientific name عن common name لان common name محدود ليه محدود لان كل دولة لها لغة مختلفة العرب بيتكلموا عربي الانجليز بيتكلموا انجليزي والفرنسوين فرنسي والفرنساوي والألمان جيرماني وكل دولة لها لغة مختلفة عن التانية وبالتالي هيبال اسم الدارج محدود في الدولة نفسها ده كمان في مشكلة تاني ان النبات الواحد النبات الواحد ممكن يباليه اكتر من اسم زي ما احنا قلنا النبات الواحد يعني ممكن نبات يباليه اكتر من اسم كمان او العكس اكتر من نبات يتقال عليه اسمه واحد زي كلمة مهوجني اللي بيفهمه في الاخشاب يقولك ده خشب مهوجني كلمة مهوجني او ده اسمه كمان نيم لنبات بس هو في الاصل يتقال على ايه يتقال على 300 نوع مختلف من نبات يتقال عليه كلمة مهوجني ايبا النبات الواحد ممكن يباليه اكتر من كمان نيم او الكمان نيم يكون ممكن يطلق على اكتر من نبات على سبيل المثال انا هم اقول لك مثال قريب لنا نبات الزعتر نبات الزعتر اللي بتحط على البيت نبات الزعتر ده احنا هنا في مصر البدو بتوع السحل الشمالي بيستخدمه يقول لك نبات الزعتر يعني انا رحت بتوع المرسى مطروح والسحل الشمالي وان شاء لما تطلعوا الرحلة بتاع سنة رابعة بإذن الله وانحنا طلعين هتلاقي البدو هناك وانت لو رحت عند اي عطار من العطارين في طريق السحل الشمالي وتقول وهات لنبات الزعتر هتلاقي جاب لك نبات اللاتين بتاعه اسمه سايمس كابيت هم بيقولوا عليه ده هو ده نبات الزعتر طب لو حضرتك طلعت العريش او جنوب جنوب سينة وقلت الاي بدوي هناك اقول لو سمحت عايز نبات الزعتر نفس الاسم هو كومة هتلاقي نباتين مختلفين او العكس صحيح ممكن النبات الواحد يطلق عليه اكتر من كومة نيم امتى الانسان بيحط كومة نيم يعني امتى الانسان بيسمي النبات بكومة نيم لما يستخدمه طب لو هو لو ما استخدمه محتاج لا يعني بتيجي تمشي مع البدوي لما تطلع الصحرة تجمع العينات عشان في تسالة الماجستير بتاعتك والدكتوراء او اي حاجة بتطلع فيه الويديان فبتاخد معاك جايد من البدو طول ما هو ماشي يقولك ده نبات اسمه ايه ده نبات اسمه وديجي نبات اسمه وديجي عند نبات معين ما يقولك شح فتوقفوا النبات اسمه ايه يقولك ما عرفش ليه ما تعرفش لانه ملهوش استخدام طب هل يطرى النبات اللي هو ما يعرفوش ده اللي ملهوش كومن نيم ملهوش سينتيفك نيم لا ليه سينتيفك نيم يعني كل النباتات اللي تم اكتشافها في العالم لها سينتيفك نيم لكن ملهاش كومن نيم ليه ان الكومن نيم على حسب ما النبات الانسان قصدي يحتاجه ايبا على سبيل المثال بيقولك حوالي خمستاشر الف نوع موجود مثلا من نباتات الأوركد ملهاش كومن نيم عندي اللي محدش بيستخدمها عندي طبعا كومن نيم بيعمل مشكلة في التعريف يعني انا ممكن اروح اقول عايز نبات الخيار في بلاش ابسط المثال البطاطس بتاعتنا حضرتك شغالة على البطاطس او البطاطا شغالة على البطاطا ورحت الأردن او سوريا وقلتلهم عايز نبات البطاطا هيجيبو لك البطاطس لان في الأردن وفي سوريا وفي فلسطين البطاطس بيقولوا عليه بطاطا أما البطاطا البطاطا بتاعتنا التانية بيقولوا عليها بطاطا حلوة يبقى هو عنده بطاطا وبطاطا حلوة ما عندهوش كلمة بطاطس دي خالص فحددك لو رحت كومن نيم وقلت له أنا عايز بطاطس ما عايز هيعرفك لكن لو رحت وقلت له أنا عايز بطاطا هيجيب لك البطاطس أو البطاطا الحلوة فهيجيب لك البطاطا البطاطا بتاعتنا اللي احنا عارفينها وبالتالي الكومن نيم ممكن يؤدي إلى لخبطة وتداخل في التسمية بين النباتات وبعضها وبعضها عشان كده العلماء بيفضلوا الكومن بيفضلوا السينتيفك نيم عن الكومن نيم عادي طيب السينتيفك نيم بيتكون من ايه زي مرتلك السينتيفك نيم بيتكون من المقطعين ومين اللي سمى الجزئية دي قلنا عالم اسمه لنيلس وبالتالي هتلاقي اي نبات ليه اسم علمي الاسم بتاعه بيتكون من تو بارتس جزئين يعني عمرك ما تلاقي نبات باسمه بجزء واحد لازم يبقى جزئين اسمه بتكون من جزئين الجزء الاولاني بنسميه الجينريك نيم الجزء التاني بسميه الاسبيسيفك او الاسبيشيز نيم يبقى المقطع الاولاني الجينريك او الجينوس نيم والمقطع التاني الاسبيشيز او الاسبيشيفك نيم عندي الاتنين دول اللي بيعملوا السينتيفك نيم خمس او كان او او اي كائن حي كان هو ايه السينتيفك نيم بيتكون من جزئين الجزء الاولاني بنسميه دلة الجينس اللي هي الجينريك نيم الجزء التاني بنسميه دلة النوع اللي هي الاسبيشيز نيم أو الاسبيسيفيك نيم عندي الكلمتين لازم يكونوا منفصلين من بعض مش الكلمتين لازقين في بعض لا بيكونوا منفصلين عن بعض طيب السينتيفيك نيم عشان يتكتب سواء انت كنت هتكتب بحث أو مقال أو هتكتب اسم السينتيفيك نيم ده على ورقة أو في أي حاجة هتستخدمه هتكتبه قالك لو هتكتبه بخط الإيد السينتيفيك نيم يبقى لازم أحط تحت دلة الجينس خط وتحت دلة الاسبيشيز خط والخط ما يكونش متصل زي كده انتوا شايف في آخر السط فشيا فابا فشيا فابا يبقى هيتحط عندي تحته خط لكن لو هيتحط لو هيتكتب بالكمبيوتر يبقى لازم يتكتب إيتاليكس مايل زي ما انتوا شايفين كده ادي فشيا فابا الكتب إيتاليكس عندي يبقى حسب ما انت هتكتب لو هتكتب بالهاند ريتن يبقى لازم يتكتب عدل ويتخط تحت كل دلة من الدلتين الخط لكن لو هيتخط هيتكتب بالكمبيوتر يبقى بيتكتب إيتاليكس زي ما احنا شايفين شايفين الفشيا فابا بيتكتب ازاي اهو يبقى ده اول حاجة يبقى تاني يبقى الشرط الكتابة الأسماء العلمية بتتكتب ازاي الاسم العلم يبقى اول حاجة الاسم العلمي بتكون من جزئين الاسم العلمي بتكون من المقطعين او جزئين الجزء الاولاني دلة الجنس الاسم التاني الجزء التاني بيتكون من او نسميه دلة النوع الاسبيشيز نيم او الاسبيسيفيك نيم دي اول حاجة تاني حاجة قالك اذا كان الاسم العلم هيكتب بخط الايد يتحطي تحته خط دلة الجنس تحتها خط ودلة النوع تحتها خط بل خط منفصل لو هيكتب بالكمبيوتر بنكتبه مائل بهذا الشكل اللي هو الاتاليكس عندي اللي بتعلمها بعض الجنرك نيم اللي بقى اي اسم علمي بيتكون من جزئين مقطع جنرك نيم ومقطع تاني اسمه دي سبيشيز نيم طيب لو هيكتب بالكمبيوتر شايف فشيا فابا وفشيا تحتها خط لوحدها وفابا تحتها خط كلمة فشيا فابا اللي هو نبات الفول اللاخدر او الفول الحياتي طيب لو هيكتب بالكمبيوتر شايف هيكتب ازاي فشيا فابا بدون خط لكن اتاليكس عندي يبقى نفرق بين الكتابة بخط الايد ونفرق بين الكتابة بخط المايل عشان حضرتك لما تيجي تقرأ اي مقال او بحث علمي او كتاب لقيت فيه اسم مايل بهذا الشكل يبقى دا اسم كائن حي لو انت بتقرأ في مجال النبات يبدأ اسم النبات لو بتقرأ في اسم مجال الحيوان يبدأ يبدأ اسم حيوان من الحيوانات او الاسم العلمي بتاعه ازاي بيتحط لاسمي بقى قال لك اه احنا عندنا دلة الاولية دلة جنراك نيم والدلة التانية دلة دلة الاسبيشيز نيم قال لك الدلة الجنس لازم يكون اول حرف كابتل فيها يعني اسم فشيا لو احنا رجعنا للشريحة اللي فاتت الفشيا فابا فشيا هتلاقى حرف في الفي كابتل وبقية الحروف سمول ده اول شرط في الجنراك نيم طب ازاي تسميت الجنراك نيم يعني اسم فشيا ده جيه منين اللايكو بيرس كام جيه منين الميديكاجو ساطايفا زي اللي هو البرسيم جيه منين ازاي ميز الدورة ازاي دي جات منين وميز يعني ايه ايه الاسماء الغريبة دي قال لك اه الاسماء الغريبة دي طبعا راجع لقصص طبعا الانترناشنال رولز الرولز دي كتيرة جدا 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 او القواعد دي كتيرة جدا لكن انا نقتلكو يا شباب اربع صفات فقط لغير او اربع نقاط عشان احطك على بداية الطريق لكن لو انت هتتخصص في التسمية لا الموضوع كبير كتاب كتاب كبير جدا في الجينس نين بس يعني ازاي نختار الجينس نين يعني واحد لقى نبات وعايز يسميه عمله ايدنتفيكيشن وعايز يعمل له النومكليتشر اه لازم يتبع القواعد عشان يختار اسم الجينس لازم يتبع القواعد القواعد دي كتيرة جدا لكن انا اخترت بس في المحاضرة بتاعتي ان احنا اربع عنواع عشان يبقى عارفين كتير جدا رقم واحد كتير جدا من النباتات بيرجع اسم الجينس بتاعه للعالم اللي اكتشفه يعني العالم اللي تم اللي هو من خلاله تم اكتشاف النبات هو بيقول لك لا انا اللي اكتشفت النبات انا عايز النبات دي بر اسمي من حقك وبالتالي كتير من النباتات بيرجع الى اسم العالم على سبيل المثال نبات اسمه الكندوليا الكندوليا دي الراجع لعالم اسمه اوجستين ديكاندول لينيا راجع لعالم اسمه لينياس سايوفريستا نبات اسمه سايوفريستا راجع الى عالم اسمه السايوفريستس يبقى قد يكون يرجع اسم العالم اسم النبات الى العالم اللي اكتشفه او اللي هو لقاه فسماه باسمه عنده طبعا الاسماء العلمية شباب بنستخدم اللغة اللاتينية ليه بنستخدم اللغة اللاتينية ما استخدمناش اللغة الانجليزية او اللغة العربية او الصينية او اي لغة او الالمانية قالك لان اللغة اللاتينية هي لغة سبتة في العالم كله وهي لغة تقرأ كما تكتب تقرأ كما تكتب ما فيهاش حرف يتكتب حاجة ويتقري حاجة لأ حروفها تكتب كما تقرأ عشان كده الحروف اللاتينية او اللغة اللاتينية هي اللي تم استخدامها في كتابة الأسماء العلمية قلنا أول حاجة اللي هو قد يرجع اسم الجينوس إلى العالم اللي اكتشف النبات تانية حاجة قد يرجع عندي لصفة موجودة في النبات صفة مهمة جدا موجودة في النبات أهم صفة في النبات على سبيل المثال نبات البرسيم نبات البرسيم مشهور جدا أن ورقته سلاسية الورايقات لو فكركم في سنة أولى في المورفورج كان فيه ورقة بسيطة وورقة مركبة الورقة المركبة كان منها أن العدد الورايقات تلاتة فنبات البرسيم مشهور جدا أن ورقه سلاسية فسموه تراي فليام فليام يعني ورقة وتراي يعني تلاتة سلاسي الورايقات كالي كاربا ليه؟ لأن أظهار النبات أو السمار أصلي سمار النبات دي جميلة جدا فكالي باللاتيني يعني جميل كاربا كاربا يعني جاية من كاربل يعني السمرة وبالتالي البيوتفول فروت يبقى الاسم قد يرجع إلى صفة مهمة في النبات عندي يبقى أول صفة في الجينس نيم أو أول قاعدة في تسمية الجينس نيم قد ترجع إلى اسم العالم ثاني حاجة إلى صفة مهمة في النبات ثالث حاجة قد تكون ترجع إلى بعض الأسماء الخيالية والمعتقدات القديمة اللي بيستخدموها أهل الغبات أو أهل الصحرة للنبات ده يعني النبات ساعد في بعض النباتات بيستخدموها كاربين بيستخدموها في البخور بيستخدموها في أطل الحيوانات عندهم معتقدات في هذه النباتات فبيسموا النباتات بالمعتقدات بتاعتهم فالعالم اللي بيكتشف النبات ده فبياخد الاسم اللي هو بيستخدموه ويخطوه كاسم الجينس للنبات قرأ رجع رابع صفة قد يرجع إلى المنطقة اللي تم الاكتشاف فيها النبات يعني البلد اللي اكتشف فيها النبات زي نبات اسم نيلومبو نيلومبو ده مدينة في السيرليون فبالتالي سموا النبات للمدينة اللي تم اكتشاف فيه النبات زي تسوجة ده دي بلد في اليابان فسموا النبات تسوجة إلى أنه تم اكتشاف النبات فيه البلد دي اللي فيه اليابان طبعا نجب أن تركوا الصفات كتير قوية يعني القصص أو القواعد اللي تم تسمية النبات تسمية الجينس عليها كتير جدا لكن احنا اكتفينا بالأربع النقاط دي فقط لغير نرجحهم مع بعض قد يكون دلة الجنس في النبات أو اسم مقطع الجنس في النبات اللي هو المقطع الأولاني اللي هو أول حرف منه كابيتل وبقية حروف سمون قد يرجع إلى اسم العالم قد يرجع إلى صفة في النبات قد يرجع إلى أسماء خيالية معتقدات لأهل البدو أو أهل الغبات أو الناس البدائية اللي بيتعاملوا مع النبات أو بيرجع إلى البلد اللي تم اكتشاف فيها النبات دا كده دلة الجينس عادي دلة الاسبيشيز قالك دلة الاسبيشيز برضو هنختار أربع حاجات الاسبيشيز بقى كل خرف سمون يبال اسم العلمي بيتكون بالمقطعين بلغة لاتينية إذا كتب بالكمبيوتر هيتكتب إيتاليكس لو كتب بخط الإيد هنحط تحت كل مقطع خط الدلة الجينس قلنا أول حرف منه كابيتل وبقيته سمون طب دلة الاسبيشيز لا كله سمون حتى أول حرف يبال اسم العلمي هو أول حرف منه كابيتل وبقيت حروفه كلها سواء جينس أو سبيشيز ما لها برافو سمون طب دلة النوع ده هسميها ازاي قالك برضو هنختار نحن النهاردة مع بعض على أربع حاجات أربع أول صفة عندي قد يكون رجع إلى صفة وصفية في النباتة وده ميزة وده ميزة الاسم العلمي الاسم العلمي ديسكريبتف وصفية يعني لما أقول ترايفوليام ترايفوليام سلاسي الأوراق سلاسي الأوراق لما أقول أقواتكا يبال نبات بيعيش في الميا مكسيكانة يبال موجود في المكسيك يعني الاسم التاعه يدل على حاجة سايفوريستا يبال رجع إلى العالم سايفوريستا يعني المهم أن الاسم بتاعي بيدل على حاجة لكن الاسم الكومن نيم اللي احنا اتكلمنا عليه ايه طماطم دي دي تدل على حاجة الخير تدل على حاجة بطاطس تدل على حاجة لها كده وصف لا يبال كومن نيم برضو اسم غير وصفي بينما الساينتيفك نيم اسم وصفي طبعا نرجع للشريحة بتاعتنا اللي هي الاسبيشيز يعني إزاي بنحط الساكن بارت أوف ساينتيفك نيم اللي هي الاسبيشيز بارت ممكن احط من من اربع مصادر عندي اللي انا هنشرحها لكن زي ما قلت لك المصادر كتيرة جدا لكن انا اخترت اربع مصادر سهلة علشان تبقى بالنسبة لك بس نحطك على بداية الطريقة اول صفة زي ما قلت قد يكون رجع صفة صفة وصفية يعني مثلا بوصف انتشار النبات لو هو النبات كومن كومن اوي منتشر جدا في العالم كله موجود في كل مناطق العالم فهسميه فيرجاليس زي فاصوليس فاصوليس هو يرجع فاصوليا اللي فاصوليا نبات الفاصوليا بس هي فاصوليا دي ايه فاصوليس ده اسم العالم اللي اكتشفها فيرجاليس لانها منتشرع في العالم كله طب لو هي نادرة هيبه اسمها رارة مثلا فاصوليا سرارة يبه نوع الفاصوليا النادر طب لو انا بتكلم على الفاصوليا الخضرة بتاعتنا اللي احنا بنقولها دي يبه هي فيرجاليس اللي هي اقصر انتشار يبه كلمة فاصوليا سفرجاليس فاصوليس او اسم فاصوليا سفرجاليس ده نسبة اسمه ايه الفاصوليا فاصوليا دي الاسمه كومة النيم أما للعلمي ايه فاصوليا فرجاريس طب ايه بقى الميزة بتاعته تعالى كده نشوف كلمة فاصوليا دي معناها عجب لا لكن فاصوليا فرجاريس لها معنى فاصوليا ده اسم العالم اللي اكتشفه فرجاريس يعني اللي هو فاصوليا او النوع المنتشر يبقى اصبح الاسم العلمي هنا اسم وصفي وده ميزة في الاسم العلمي طيب تاني صفة في الصفات الوصفية الكلر للنبات color النبات زي نبات التوت لو فكرك احنا عارفين التوت الموسم بتاعه في شهر الشهر اللي جاي او اللي بعديه بنلاقي فيه نوعين توت توت ابيض وتوت اسود صح التوت اسمه مورس الجينس بتاعه اسمه مورس نازل راجع الى العالم اللي اكتشفه مورس طيب انا عايز اقول له التوت الابيض والتوت الاسود الابيض هيبقى اسمه مورس البا مورس البا البا اللي هو الابيض طيب الاسود ايبقى مورس نجرا ايبقى لما اقول لك مورس البا ايبقى التوت الابيض لما اقول لك المورس نجرا ايبقى التوت الاسود وما لا قلت لك المورس بس هتقول لي اني نوع شفت الاسم العلمي مهم ازاي الاسم العلمي لازم يتكون من مقطعين اهو لما تيجي اقول لك المورس تقول لي اني مورس لو جيت قلتلي على طول مورس قلبة خلاص مش محتاج بقى خلاص هجيبلك على طول التوت اللي بيض لو قلتلي مورس نجرة هيبه هجيبلك الاسود إبا اللون مهم جدا فيه الدلة فكلمة قلبة فلافا يعني أصفر نجرة اسود وفايرتس يعني جرين الهابيتات أوف بلانت مكان المعيشة بتاع النبات اللي هو لو بعيش في المياه اسمه أقواتيكا لو بعيش في الفيلد في الحقول فبنسميه أرفينسس لو بعيش على الحيطان بسميه مورالس وهكذا عندي ممكن يرجع للريزون اللي عايش فيه النبات يعني على سبيل المثال ترايفوليام أليكزندرينام أليكزندرينام هل يطر ترايفوليام ده مش موجود في العالم كله لا موجود في العالم كله البرسيم كله موجود في العالم لكن أول مرة تم اكتشافه فيهن في اسكندرية عشان كده سموه ترايفوليام أليكزندرينام البرسيم الاسكندراني لكن ممكن يبقى في كندا النبات أول مرة تم اكتشافه في كندا يبقى كندنسس طب في المكسيك يبقى مكسيكانة وهكذا حجم النبات لو النبات طويل قوي فبقول عليه يعني فيه نوعين من النبات نوع طويل ونوع قصير أو نوع طويل ونوع تخين يبقى النبات ده بقول عليه ألطة ألطة يعني طول باللاتيني يعني طول ألطة يعني باللاتيني إنها طويل أو كرسة سيك أو ناطنس يعني نبات سويمينج بيطفوا على الماء يبدلت النوع هنا ممكن تدل على الشيب بتاع أو الهابتس أوف بلانس بندلس نبات كلايمينج يعني سكندينس لما تسمع نبات اسمك سكندينس يعني نبات كلايمينج استخدام النبات شوف ده فاكل لما قلت لك لايكو بيرسكام اسكيولينتا لايكو بيرسكام ده اسم العالم اللي اكتشف الطماطم طب اسكيولينتا يعني إيه ايدبل يعني بتتاكل يبقى فيه لايكو بيرسكام تاني آه فيه لايكو بيرسكام تاني لكن ما بيتاكلش يبقىش هي الطماطم يبقى اللي بتتاكل يبقى لايكو بيرسكام اسكيولينتا يبقى هي الطماطم عنده لكن لو انا روحت لأي حد في جامعة وقلت له عايز لايكو بيرسكام هيقولك اي نوع من اللايكو بيرسكام هتقوله اسكيولينتا هيجيب لك الطماطم طيب ممكن نبات بيعيش النبات عليه أشواك أستراجلس أستراجلس ده نبات اسمه أستراجلس لاستراجلس علشان العالم أو نبات زلا سباينوزا زلا هو عالم سماه اسمه زلا فالتالي نبات خد اسم الجينس بتاعه اسم العالم زلا طب سباينوزا الشوكي اللي عليه شوك وهكذا إبا دي الصفة الأولية اللي هي الصفة الوصفية اللي هي فيها كام نقطة دي اي بي سي دي اي اف جي سبع نقاط عندهم قد يرجع اسم الاسبيشيز إلى ايه قالك يرجع اسم الاسبيشيز إلى صفة موجودة فيه تشبه نبات تاني فانا عايز اقول اللي يشبه النبات الفلاني فبجيب اسم النبات الفلاني العلمي بتاعه وبحطه هو هنا دلة الاسبيشيز زي بانا بقول ايه زي فلان شبه فلان بفهم معايا كده فلان شبه فلان زي مثلا يكون فيه واحد شبه لعيب الكورة محمد صلاح مثلا ففلان ده مثلا اسمه خالد فانا بقول خالد ايه انا واحد بقولك هو مسموش خالد صلاح لكن انا عشان انا عايز اوصلك شكله فبقولك خالد صلاح او خالد محمد صلاح خالد اللي هو شبه محمد صلاح نفس الكلام النبات ممكن يكون شبه جينس تاني خالص نبات تاني خالص بعيد عنه باش هو شبهه فبقولك بختار اسم النبات المعلوم ده بخطه كدلة نوعية للنبات بتاعي طيب الحاجة التالتة ايه قد يرجع الى النوع اسم النوع الى اسم النبات في دولته بالانجليزي مثلا يعني التفاح مثلا في امريكا مع الامريكان الخدامة اللي هما الهنود الحمر بيسموا التفاح مالس فلما يجي اسميه هاخد الاسم ده واخطه كدلة نوع للاسم العلمي بتاعي يبقى طايرس مالس طايرس هو جنس التفاح وكلمة طايرس الى راجعة برده زي ما قلت للعالم اللي هما اللي سمى النبات او اللي اكتشف النبات كلمة مالس راجع الى اسم التفاح في الدولة بتاعته والاسم القديم بتاعه رابع صفة ممكن يكون في صفة مهمة في مميزة للنبات زي صفة ان الاوراق النبات دي ضيقة رفيعة جدا فبنسميها انجستفوليا او صفة ان الاوراق النبات شبه القلب فبنسميها كوردفوليا او صفة ان اوراق النبات بتبقى عريضة فبنسميها جراندفوليا او صفة النبات بتبقى كبيرة اللي هي جراندفوليا لو عريضة بسمها لاتفوليا يبقى دي ده اربع الحاجات اللي ممكن نسمي عليها دلة النوع يبقى شباب كده تاني هارجع تاني ونراجع مع بعض المحاضرة في عجالة علم التصنيف هو علم إحدى علم علوم النبات بيتكون من ثلاث أجزاء Identification ثم Nomeculture ثم Classification وقلت أن الثلاثة لازم يجوه وراء بعض ما فيش واحدة تيجي قبل الثانية يعني Identification هي ثم following by Nomeculture then by Classification Identification قلنا هو تمييز شيء مجهول بمعلومية شيء أو تحديد شيء مجهول بمعلومية شيء معلوم عن طريق التشبهات والاختلافات Nomeculture قلنا فيه نوعين من التسمية التسمية العامة أو الدرجة والتسمية العلمية وقلت إمتى هنستخدم الاسم الدرج وإمتى هنستخدم الاسم العلمي الاسم الدرج إحنا هنستخدمه فيه المناء أماكن العامة لكن الاسم العلمي بيستخدم فيه الأماكن اللي فيها البحث العلمي والدراسات العلمية زي كليات و والجماعات يبقى بيستخدم فيه الأماكن العلمية زي زي أماكن البحث العلمي والجامعات عندنا الاسم العلمي قلنا بيتكون بيتكتب باللغة اللاتينية دي اول حاجة بنستخدم اللغة اللاتينية في كتابته ثانيا بيتكون من مقطعين عشان كده بنسميها المقطع الاولاني دلت جنس والمقطع التاني دلت النوع قلنا دلت الجنس بتكتب اول حرف منها كابتل وبقية الحروف دلت النوع بقية الحروف كلها بتاعتها قلنا اذا كان الاسم بيتكتب بالكمبيوتر فبيتكتب ايتاليكس اذا كان بيتكتب بخط الايد بيتكتب ويتحط تحت كل دلة من الدلتين خطين منفصلين قلنا ان التسمية بتتحط عن طريق رولز دولية اللي هي ودي بتحطها منظمة في النمسا كل خمس سنين حسب قواعد وقلنا قواعد تسمية الجنس كتيرة جدا اختارنا منهم اربعة والقواعد اللي بيتم اختيار دلت النوع اختارنا منهم اربعة ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المحاضرة وزي ما انا قلت واقول لو اي اقتى استفسار ليكم ان شاء الله في المحاضرة اللي هي فيس توفيس باذن الله حدد سؤالك اكتبوا على ورقة بعد اذنك وحطوا على البنش بحيث لما ادخل المحاضرة الاقي السؤال هقف اجاوبلك عليه ان شاء الله وبالتوفيق باذن الله